أهلا وسهلا بيكو في قناة كلاود كود هعمل شوية دعاية كده بما أن احنا معنا بشمانس محمد زهدي هستغل للفرصة دي هستعمل سبسكرايب في القناة وهحط الواتساب جروب بتاع القناة برضو في الديسكريبشن جوين كلاود كود إيه كميونيتي أنا طبعا مبسوط جدا أن أنا معايا بشمانس محمد زهدي وأحب أشكره على أن هو شخصية لطيفة جدا جدا الناس أصلا كلها بتشكر فيه فعلا وأنا من تعاملي معايا البسيط على الواتساب شخصية فعلا جميلة ولطيفة وتحب أن أنت تعامل معايا وتحب أن أنت يعني إيه تقرب منه فدي يعني حاجة من عند ربنا يعني ما فيش تدخل من أي حد فربنا يعني حابب الناس فيك دايما وواضح أن أنت لك شعبية والناس كلها بتحبك يا رب دايما تفضل يعني دايما عليك ومفسوط أن أنت معايا في القناة يعني أعديك برضو ممكن طبعا أنت غني عن تعريف بس لو سمح لنا كده تعمل لنا نبذ عنك لو في حد ما يعرفاكش بس يعني يعرف مين باش بنز محمد زهدي طيب بداية كده بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله يعني شكرا لك يا محمد على المجهود اللي أنت بتبذله فعلا من المجهود يذكر فيشكر يعني أن أنت بتحاول تفيد الناس ودي حاجة عظيمة جدا يعني حتى دايما بقولها للناس في كورسلط يعني أنت مش كل حاجة في الدنيا فلوس على فكرة أن أنت لما جيلك دعوة بس صالحة كده بظهر الغيب دي تساوي كنوز الدنيا مش تعرف تشتريها بفلوس دي أصلا يعني الدعوة اللي من القلب دي مش تعرف تجيبها بفلوس الناس اللي موجودة كلسان طيبين بالنسبة العشر من زلحجة ومتنسوناش من الدعاء أول حاجة والله يعني هو يعني كل اللي أنا فيه ده هو فضل من رب العالمين يعني لا هيش أطارة مني ولا أي حاجة في ناس أحسن مني وأشتر مني بس هو فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى يعني مش أكتر ودعاء الناس يعني فدي حاجة كويسة أنا بس قبل ما أبدأ بس السيشن وهنبدأ نتكلم تكنيكاليتي طبعا بندعي بس لإخواننا في فلسطين وفي غزة ربنا ينصرهم ويثبتهم إن شاء الله هنبدأ السيشن وهندرجش مع بعض وهنحكي في كل حاجة يعني نحب بس نقول في وقت كون سترينز صغيرة كده الريز هند دي هتبقى موجودة الأسئلة بس ليها وقت محدد يعني بحكم بس إن أنا استراكتور يعني ومعروف عني إن أنا فيستيشنز بتاعت جديد شوية يعني بس أنا حاول أكون ريلاكسينج مع محمد يعني الدنيا احنا نبقى موضوع فرينلي لإن أنت عارف الكورشز الأولاين لو الدنيا تثابت الموضوع بيبوز خالص يعني إن شاء الله نحاول نجاوب على كل ناس إن شاء الله بإذن رب العالمين يعني محمد حقيقة بقى له حوالي فترة عمال بينصف معايا تعب الراجل معايا بصراحة يعني والله يعني ما كانش يعني حاولت بقدر إن كان إحنا نطلع وقت ما صدقت الكورش خلص فزقنا السيشن إن شاء الله نحاول نجاوب على الناس بداية موضوع التعريف أو كده يعني محمد زودي سيستم أدمن وكلاود أاركتكت يعني مفيش داعي نحنا نضيع وقت لا بس أنا حابب برضو عرف فيه وينفع أن يضيع دقتين في المواضيع ده عندما يعتبر شديع ممكن تقول لنا الكورسات اللي أنت بتديها وبرضو لو في حد حابب نهو يتواصل معاك وياخد الكورسات دي معاك يعمل إيه يعني كورساتك إيه الأسية ويا الناس تعمل إيه يعني كده بتكن بتنخش يعني خليها خليها طب في الآخر طب بس قولها في الأول عشان دايما أنت عارف أول خمس دا دي بلناس كلها برضو بتتفرج ويعني معلش قول لنا بس كورساتك إيه الأسية يعني أنا دايما منلي الجزء بتاع مايكروشوفت ده منلي ده أنا بتخصص فيه وانت اتكلمت معاك أنا مؤمن جدا بموضوع التخصص فكرة إن حد بيشرح كشكول في بعضه ده بالنسبة لي يعني هي وجهات نظر يعني بس يعني الموضوع بيبقى صعبت لايك تكده على الإنترنت مثلا إن شاء الله حد بيشرح ويندوز وبيشرح لينيكس وبيشرح سيكيوريتي وبيشرح فورتي وبيشرح أي حاجة ويشرح الدنيا دي كلها طب حلو جدا انت مركز في الحتة مايكروسوفت حتة مايكروسوفت في آخر especially في الحتة بتاعة الادمينيسترائيشن والكلاود طب الأسامي الكورسات الأسل اللي انت بتديها ويندوز سيرفر أدميسترائيشن والإيزي مائن هوندر والإيزي وان ديرو فور والإيزي وان ديرو فور أشكال حد بيسعى عن إيزي تسعومية بردو آه يعني أنا التسعومية بدي لو حد بياخد ويندوز سيرفر بدي كتسعومية اللي هو في مايكروسوفت نفسه الميكروسوفت أصلا إيزي مائن هوندر كورسة بسيط جدا اللي بات قول إليه جدا بتاع تيزي من الإيزي تسعومية بالضبط بفرش للمية واربعة والمية واربعة ده اللي هو يعتبر أهم كورس الأدمنستريتور آه كأدمنستريتور كورس تقيل شوية يعني ده مو تقيل شوية في الكورس بنسميه طبعا كإنسترائكتورز التوف نوليج نوليج بتاعته ده ما تقيل شويتين فكنت أخلص بي بدخلت في السكة بتاعت الكلاود والناس طبعا دلوقتي في نص السيشن أو تلاتة اربعها بيوفرك دلوقتي إزاي أخش الكريير بتاع الكلاود السؤال المشروع طبعا طبعا يعني اتكلم فيه في الآخر يعني لو حد عايز يوصلك أنا أحط في الديسكريبشن لينك ديك يوصلك من خلال لينك ده فيسبوك مثلا ولا هيبقى إيه البيج بتاعت البيج بتاعتك على الفيسبوك آه البيج فيسبوك البيج فيسبوك كلينك ده إني يعني الحقيقة يعني بص انت عارف الرجول بالناس يعني بحول بقدر الإمكان والله ما أتأخرش على الرد على الناس وإي حاجة بس انت أكيد عارف أنا عارف الضغط يعني الموضوع بتنسى بتنسى الناس بتوقت تبعت لك أسئلة وما بتقدرش تجاوب على كل الناس انت بتبقى متخيل مثلا إن أنا جمعت في يوم بس الرسائل اللي أنا ردت عليها 250 ميسج على مختلف البلادفورمز يعني طبعا انت بتحاول ترد على كل الناس على الأسف أنا زيك برضو بس والموضوع بيبقى فعلا صعب ولا يعني الموضوع بيجي يعني بص الموضوع صعب بس هي لها متعة شوية طبعا فيه أسئلة استفزازية شوية بس بحاول بقدر الإمكان أمسك نفسي فيها يعني لكن فكرة انت تفيد الناس دي دي حاجة حاجة حلوة جدا وبعدين الواحد بيخاف من الحديث بتاع كاتم العلم يقول جنب الجامي من النار دي دي حديث ده بيرعبني يعني يعني مثلا ممكن أحيانا نكون رضيط على حد برد مش تمام بعدها خمس دقايق لقيني ببعث لتاني طب معلش حك عليها طب ده ده رضي نبص الله إزاي نحلها إزاي كده طبعا ما هو غصب عنك كاكيد يعني وكيد برضو الناس كتير بتبعت لك مش هتعرف ترد بنفس الطريقة الجميلة الحلوة على كل الناس ممكن أوقات بس أنا بقى دايما بس بحب يعني قبل ما نبدأ في الموضوع بتاعنا يعني بحب أقول للناس بس واحدة واحدة على نفسكم يعني الناس الطلبة بالذات واللي في أولا واللي الثانية يعني واحدة واحدة خد كورس خد نفسك اهدى يعني الصربعة والجاري وراء والكورسات وراء بعد مرة واحدة دي هيعطلك يعني خد كده رودماب بالراحة المهم إن انت تبدأ بس واحدة واحدة على نفسك يعني لا تشقوا على أنفسكم يعني ما تدخلش مثلا لينكت ان وتيجي واحد مثلا ده واخده ده ايه كده ده انا مكسر لا يعني دايما فيه فيه نص كده عربي بيقولك لا تقارن بداياتك بمواسم حصاد الآخرين يعني واحدة واحدة يعني خدوا نفسكم يا أخوان يعني أنا مشوك الناس متحمسة جدا بس ده 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 شيء إيجابي أوه كويس إن انت عندك البشن وإن انت عايز تبدأ بس على الهادي على الهادي ليه عشان ما تفقدش الشغف ده تلبس في سن عمود لأنها هتقابل مشاكل هتفتر شوية في المذاكرة فاخد الدنيا واحدة واحدة يعني ما تذكر ليش ثلاثة أربعة كورشنز في نفس الوقت لأ بدأت في حاجة ايه بدأ فيها خلصها وبعد كده انتقل لغيرها يعني ما تمسك ليش ويندوز سيرفر مع سي سي انا وداخل في الكلاود الدنيا دي مش كده صح صح ده من الصح كلام جميل طيب انت هتشح لنا النهاردة اه النهاردة احنا يعني اتكلم فكرة الكلاود كومبيوتينج طبعا انا شفت عسد زبنا الناس اللي انت جدتهم الشباب زي الورد يعني انا ملحقت شابص في في الفيديوز كلها بس شفت شوية حاجات الناس اكيد اتكلمت في الجزئية اللي هي بتاعت الكلاود كومبيوتينج البدايات اللي هو الناس كلها بتفرحها اللي هي اللي بتتشرح في الكليات دي انا عمد المشاكل مع التعليم الجامعي اسمع لينا مشواركو اللي بتتشرح في الكليات اللي هي الايه بقى IS وPASS وSAS Private Cloud وBubble Cloud وHybrid Cloud وهي دلوقتي المالتي كلاود وده اللي الناس بتشوف بس الناس ما بتشوفش وقماش يعني هي دي دي المشكلة اللي هي الناس ايه بتبقى فهم الموضوع بس طب انا عايز اشتغل بايه دي بقى طب ابدأ اعمل ايه مبدايا هو موضوع هو مش جديد ولا حاجة موضوع ان الشغل فيه من قبل الفين وعشر ومن امازون من الفين وثمانية وبعد كده مايكروسوفت في الفين وتسعة بعد كده جوجل في الفين وعشر بعد كده السيرتيفكات سعنا اقول السيرتيفكات خدتها في الكلاود كانت في الفين وستاشر تقريبا اه الناس بدأ فيه من بدري بس احنا ايه دايما دايما عندنا كده الرجل متأخر شوية في الموضوع هنا في المصر في الوطن العرب تحديدا عشان موضوع بس فكرة وده سؤال برضو ده متقيل برضو شوية لا عارف انت الولاي ادتع على الكلاود يعني عارف انت السؤال ده بيبقى لما تبقى في وبينار مسلا في فندق تقريبا تكلم واحد يرفع ايده من هناك بس الكلاود يعني عشانت الموضوع بيبقى صعب شوية يعني اه بس برضو بنحاول نطمن الناس من الموضوع مش حاجة اسمها الكلاود اصلا ده كلام مش صحيح تماما 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 يعني وتيجي اللي بيقول الكلاود ده انت مأمن الدنيا ام برام بايه فهو مش منازل انت بارس اصلا يعني فهو بيقول لك الكلاود مش مش سيكور فال انا مين لي في مايكروسوفت بس انا بشتغل اي دور ياس يعني يعني انت دايما خليك ايه خليك ما تمسكش في حاجة وانا مش هشتغل اللي دي وهي دي الصح والباقي مش تمام والباقي غلط لا خالص السوق دلوقتي مش عايز اصحاب المهارة الوحدة السوق دلوقتي عايز اصحاب المهارات المتعددة المهارة الوحدة ده دلوقتي يعني كان من حوالي مسلا من سبع سنين مش مش كتير يعني من سبع سنين عشر سنين اللي معاها ده خلاص ده بوليو ده تعين خلاص ده فهم ده سيسكو خدته دلوقتي انت معاك ومعاك سيرفر ها اقمر. اللي بعدها ايه? يعني انت معاك ايه تاني? دي بقت زي الورد والاكسل اصلا دلوقتي. يعني بقى الموضوع دلوقتي الشركات بقى بتطلب حاجات اه كتيرة جدا لان البزنس بقى كبير والناس محتاجة تتعلم ده. طب هنبدأ نعمل ايه بقى? خلينا نتكلم في الجزء دلوقتي مايكروسوفت وبعد كده هنبدأ نمشي نجاوم على الاسئلة. فانا جاب شوة طلبات صغيرة كده. بحيث الناس تشوف الكلاود ده بيطلع منه ايه? ونقدر استفيد منه ايه? احنا اتكلمنا على الاس. اكيد الناس اتكلمت. الاس في حاجة اسمها الريزبونساباليتي موضل. دي ماتريكس كده. بيقول لك الكلام اللي انا بقوله ده على فكرة في كل الكلاود سيرفز بروفايا. هو موجود في اي دابلي اس لما يجي نشرح اي دابلي اس. موجود في الجوجل كلاود بلادفورم. موجود عند اي بي ام. موجود عند عند كل الناس. البيزيكس بتاعة الكلاود. عشان دايما ان انت لو خدت البيزيكس بتاعة الكلاود من اي فيندر فانت تقدر تدوس. هي بس مجرد مسميات. مسميات. يعني هنا المسميات بس مش اكتر الدنيا. لكن الكونسابت واحد. دايما نخليك اهتم اكتر بالكونسابت. ما تفما يعني خلاص لا هي اسمها يعني طب لو سموها اكس واي زي مش هتشتغل لا هتشتغل عادي. ايه المشكلة هتعندك الكونسابت اللي يقدر يخليك تشتغل في كل حاجة. الكلام اللي انا بقوله ده مش من منطق يعني انا مش مدرس. دايما كده فيه مدرس وفيه صنايعي. يعني انا بس انا اصلا شغال بيدي. زي محمد كده او بس هو شغال بيديه اصلا. فانا بقالي كتير شغال بيدي في في المجال. الكلام اللي بقوله لك ده في مشاكل بتبقاش موجودة في الكتر. في مصايب بتحصل في الشركات وآآآ هو ده اللي بيفرق بقى. هو ده اللي بيفرق في يعني هي دي اللي اللي بتفرق في والي مش هتاخدها الا لما انت اشتغلت او حد بين الهالك. فانا بحاول حتى دايما في بتاعتي ان انا دايما آآ يعني بزودها بكيس. يعني كان عندنا الكيس الفلانية فاتعملنا فيها بالشكل الفلاني. لو جالك الكيس دي الكيس دي اللي هو المدرس مش عفت دالك. يعني عشان كده انا مركز في القناة برضو من غير معطعك ان انا بجيب ناس اولا دي شغالة. بزبط انا دي نقطة بحاول ان انا نركز عليها في كلاود كود. انا بجيب الناس. بزبط عليك. عندها اكسبرينس. فتقدر معك من منظور مختلف خالص عن المنظور الاكاديمي. وهو دلوقتي اصلا انت بتتسئل في الانترفيو. سواء انت بتذكر ده او بتذكر ده او بتذكر ده. انت حضد في دماغك الانترفيو. ما انا مش بذكر كده وخلاص. يعني انت لازم عندك تارجت انت بتذكر ليه. بذكر الكورش ده عشان او اوصل لحاجة معينة. عشان اترقى في الشركة او عشان اشتغل في شركة. طب الانترفيو. الانترفيو دلوقتي بتتسئل او لما بتقعد كده جملة مكونة من اربع كلمات. عدرتك بتعرف تعمل ايه. وبعدها نبدأ نتفاهم. ولا بيسألك بقى انت ايه. ولا انت خريج ايه. ولا الكلام ده كله. كلام ده ليه 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 افضاضيات تانية وليه سكة تانية. لكن هنقعد كده على طول كده بسم العمارين جدا. اقول لي بقى بتتعرف تعمل ايه. عندك اجابة للسؤال ده روح الانترفيو. هلو هسألك برضو مم ولا بس بعدين بعد ما تورينا اللبات. ما هدي من ضمن اللبات عشان انت لو قلت لي. لو قلت لي كمان نص ساعة انا مضطر اقفل مش هسيبك. ان شاء الله ان شاء الله هنكمل. بس سدقني الكلام الصغير ده بيفرق جدا مع الناس. يعني الحاجات دي هو ده 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 لييفرق مع الناس. فانا انا الكلام اللي انا بقولهو لك مش بقولهو لك من منطق ان انا واقف ومدرس وفي علاق انا لحد النهاردة منزل بشتغل بايدي. بشتغل بايدي. اه بحط الاركتيكت وكل الكلام ده بس عادي جدا. يلا بينا وننزل ونشتغل. عادي. فانا جاي بقولك الماركت بره انشغل ازاي? ومعاها ده مصر وبره مصر. فبقولك الناس بتبقى بتبص على ايه? في الناس بتقوم مكلماني تعالى محمد عايزين نعمل شوية انتروفيوهات للناس دي معينهم في الوظيفة الفلانية. فانا بقولك بيتبص على ايه? ما تركزي خالص مع موضوع يعني اه يعني اهم حاجة ده. عارف انت الكبدة دي مهمة. عشان كده المخ غالي يعني خمسمائة جنيه عند الشرقاوي دلوقتي يعني تهم? فلازم لازم ده ده لازم ده بشغال معاه. طيب فكرة بقى الكلاو. طب الاياس اللي هو بيديك. ده المسال الواضح والصريح للاياس. انت مسئوليتك بتبدأ من اول ما تلوجم بيوزر نيمو باسورد على الفي ام دي. يعني انا دلوقتي وقفت الانتفيروس ونزلت جالي ينفع معادي يا ماشين. بس مسئوليت حضرتك. خلاص انا انا مليش دعم. انا عارف هحمي نفسي ازاي من الماشين بتاعتك الموجوقة اللي انت بوستها. لكن انت دلوقتي كشغلك انت انت كشغلك انت انت المسؤول عن طيب انا عشان اشتغل على طبعا الناس عارفة اه كلها ان الكلاود يعني هما الناس بتاخد فلوس لده. الناس بتاخد فلوس لده. طيب مايكروشوفت بقى عاملة ايه? مايكروشوفت عاملة عشان يبقى عندك تشتغل على الكلاود. ايه حاجة اسمها? free account. ال free account تحت راتك بتخش تكتب اجر free account. وتبدأ تدخل تحط البيانات بتاعتك بتاعك او مايكروشوفت او او اي حاجة. بتبدأ تحط البيزا كارد بتاعتك. لازم تبقى بيزا كارد شغالة. طبعا الناس عارفة الفكرة بتاعت الاولاين هو بيسحب منها دولار بيرجعه لك في نفس الوقت يتاكد ان هي شغالة. بتحط الرقم تليفونك وبياناتك ويبدأ بعد كده يقوم بديك الاكسز على الاجر بيديك متين دولار لمدة شهر. طبعا اول ما بيقول لناس كده. ببالاش. ببالاش. بس لازم يكون معاي كريدت كورد. اه. هو مسحبش من اي حاجة. ممكن ان انا خش من غير كريدت كورد في ناس تقول لك انا معايش كريدت كورد. اه 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 ده انا انا هقوله. ايوة لما وخصوصا عندنا هنا في مصر. هو الفيزا بتاعته مسلا فيها جنيه ربق بس هو برجو لك ان مش عايز احطها. مش هينفع. بس هي الفكرة ايه هي مايكروشوفت هي مش هتسحب بنا بحاجة. يعني اسمه فري اكاونت. فالفري اكاونت ده هو بيحط الداة بتاعتك. بيتاكد بس ان انت اه الراجل جدي عارف انت اللي هو مش رابط عشان ما يبوزوش الدنيا عندي. طيب انا مش عايز احط الفيزا بتاعتي. طب عايز اجرب. مايكشفت عاملة حاجة اسمها اه سان بوكس. ده دي من اعظم الاختراعات العلمية اللي مايكشفت عملتها والناس شو اخد بالها منها ومحادش عارفة. يعني شافت الناس اصلا وبيشرحوا القجر وما بتكلمش عنها اصلا. ايه الساند بوكس ده? لينك كده موجود جوه الايزي ناين هندرد كورس هورهولكو دلوقتي. بتاكتيفيت الساند بوكس ده. بيعملك ايه? بيديك في مش كل طبعا اكيد يعني بس هو بيديك حاجات تقدر تجربها. الشغل بتاع الايزي ناين هندرد كله تجربه. هي مشكلته بس ان مدته ساعة. يعني هو مشكلته ان مدته ايه? ساعة. ساعة وبيدستروي كل اللي انت عملت. وتبدأ من اوله جديد. وتبدأ من اوله جديد. ولكن ليك تين ساند بوكسز بردين. يعني كل يوم تقدر تاكتيفيت عشر ساند بوكس. فما شفت بتقولك انت مليكش حاجة ان انت بتعلمش اصلا. يعني. لا ده حاجة عظيمة. ده حاجة عظيمة بصراحة. فانت ممكن تعمل الكلام ده وانا اصلا جاي بلابات هنعملها بالموضوع ده يعني بصوا كده. لو سؤال اساسي على الفكرة بيجي على طول ازاي اشتغل على ان هشاير ما هديك دلوقتي ان انت انا ما اديك على فكرة ان انت تشارل سكريين. اه اه اه. الناس ده ما مسأني زينا. مش باين قدامي. ايه اللي مش باين? الكام ظاهر عند النه. يعني انت شايفة. شايفة. طيب عظيم. اوكي. اصلا انت عارف برضو ان انا مايكشفت وكده في انا لازم اشتغل تيمز زي ما قلت لك يعني. انا عارف مارك جاي. اه طيب. ده كده مسلا كورش. طبعا. انا الوقت عايز اذكر من غير ما قبل ما نخش على اي حاجة كده. تفتح كده جوجل. ومنطقة البساطة كده. هتفتح جوجل. هتكتب ايزي داش نين هندر. عملناش احاق. هتلاقي هنا. learn dot microsoft dot com. easy 900 learn dot microsoft dot com. هتقوم داخل كده على الاضر. طبعا. انا عايز اسرش على مية واربعة نفس الموضوع. والفري كونتنت بتاع مايكروسوفت انا كورساتي بشرحها منه. ليه? updated بشكل مستمر. طبعا بشتغل على بورد وبفسص الموضوع بس الكلام ده updated. يعني هو بس بقولك حتى. يعني انت اصلا اللي هو ايه زي مثلا ال pdf او presentation هي عندك بتاعة مايكروسوفت بتشرح منها عادي وانا وانفصص الكلام ده بقى فيه. بزبط. بزبط انا بشرح من بورد يعني. فهمها نموة بس يعني ممكن. او انت مكان فيزيكال اصلا. او 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 او. طب انت سنتر بتاعك فين لو الناس برضو. هو موجود يا الناس بتتواصل معي بروح نتنيه ناصر يعني. بس في كورسات معظمها بشرحها اولاين. يعني كورسات بتاعة الكلاود دي مش هتشرح اوطلاين يا اخوان امام. ايه لو احد عايز يعمل تاخده كلاود اوطلاين ليه? او انت عايز برضو الناس تقدر تخش على اكسس الكلود وتعمل الكلابات. بزبط. فيبقى سهل لك تعمل الحاجات كلها ايه اا اونلاين. بزبط. طيب ده كده. حلو الكلام عظيم. هننزل تحت. بيبدأ هنا بيقولك ايه? مايكشوفت ادر. هنا بيقولك ايه? ده الكلاود كونسوس. طيب هنا. ده خلاص بيكلم في الحاجات الاساسية بتاعت الايه? الكلاود كومبيوتينج بشكل عين. طب هنا وهبعط لكم اللينك ده في الاتشات. فيه هنا دلوقتي بيقولك كومبيوت. كومبيوت دي يعني ايه? بس عشان تخدها كده على طول كده. بص هنا في بيقولك. طبعا انت بتبقى عامل هنا بالاكاونت بتاعك. انت بالاكاونت بتاعك بتاع الاوتون. وتقوم داخل هنا كده. بيبدأ عندك من الاكاونت بتاعك. الاكاونت ده انت محتاج تعمل حاجة عشان تكريته? يعني هل فيه صعوبة ان انت تكريته? خالص 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 خالص. اوطلوك ميل. اعمل ميل ات اوطلوك بتقوم. مش احاق خالص. جميل. زي الجيميل كده. هتقوله هنا بس. بعد كده هيبدأ بي هنبص هنا بيتشيكينج الساند بوكس افيلابيليتي. هيبدأ يكريات ليك السبسكريبشن فور فري. هنا هو هنا هو بيعمل اللاب ده اه مايكروشوفت عاملاه في كل الحاجات متاحة. يعني تقدر تعمل virtual machine. تقدر تعمل storage account. تقدر تعمل app service. تقدر تعمل virtual network. في حاجات انا هعملها دلوقتي عشان الناس تبقى شايفاها وعرفاها. وهتساعدني في اجابة على اسئلة بعد كده. انا محتاج اخد ايه عشان اكلم اتكمل في الكلاود. طب انا ممكن بس ازود نقطة برا بس اللي احنا بنعمله ده وهي مرتبطة. طبعا الكلام ده اللي هو قالها بشمانس محمد دي كان مازن بشرح الجزء networking قبل كده. وهيبقى فيه ساشن يوم الاربع هنعمل برضو لابات بادينا نكمل على العمل ومازن. فده بس هينت كده سريعة. فلو انت مش كل concept انت ملم بيها النهاردة مش مشكلة بس احنا بنحاول نحن نستفيد من 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 خبرة بشماندس محمد ان هو انت ازاي اصلا تستغل الريسورس بتاعت Microsoft او بتاعت Azure. طيب هو هنا دلوقتي قال لك sandbox activated time remaining. خلاص. قال لك هنا you have used one of ten sandboxes today. طب ادخل ازاي بقى خلاص واحدة كده اكتفيتنا. عملنا اكتفيت ليه. عشان تاكسز الموضوع عندك اصلا هنا portal. dot com. portal dot com. portal dot com. portal dot com. بعد كده هتلوجن بالاكاونت بتاعك. اللي انت كنت داخل بيه. هيفتح لك ال portal بص هنا. ال tenant بتاعتك. microsoft there in sandbox. ده كده شكل ال Azure portal. في ناس ممكن تكون شافيته او ناس اول مرة تشوف. انا كده عالكلاود بتاعت ايه جول قادرك استغل اعمل ايه اه اكتفيت الريسورس او اه اهم الريسورس اللي انا محتاجها عالكلاود. بالضبط. اه طبعا هم مش مش كل حاجة متاحة. مش كل حاجة اه متاحة. كل حاجة ليها. يعني انت ليك ثلاثة virtual machine بس. لكن انت ثلاثة public IP. لان هي limited بساعة برضي يعني. هنا مسلا لو جيت هنا على مور سورفزز هتلاقي هنا كل السورفزز اللي اجر بتقدمها. بيتكلم مسلا على ال AI وال machine learning. والفترة دي Microsoft بتبوش بشكل رهيب على ال AI وال machine learning. يعني كل شوية الناس عمالة بتطور من نفسها في الموضوع ده. في ال AI وفي ال machine learning ده انا من الحاجات من الكورسات انا فيه كورسات شريحة لسه عشان هتعلم الموضوع. اه ان انت ممكن تعمل يعني يبقى عندك بتاعك كده. شاتبوت اسموه دي يرد على الكورسات لوحده. شاتبوت اه ريز يرد على الاسئلة الكمل اسئلة هو بيتعلم الحاجات اللي انت بتدهاله. يعني ما بقاش صعب خالص ان انت تعمل شاتبوت خط بيك انت. عارف انت ممكن يبقى ايه ما انت تعمل كده ايه اه رزق جي بي تي. مم. طيب والانالاتيكس الكمبيوت كونتينير ديتابيز الجزء الخاص بي. نعرف ان كان فيه سوشان مبارح على الحاجات اللي نسا عايز اتفرج عليها برضو. اه كل الحاجات دي متاح طب. ما تخلينا الهندسة كده نروح على حاجة احنا عارفانها. عليها ويندوز ونبدأ نعمل لها اكسز. طيب. هناو. طب انا مش لقيها اللي انا عاوزه مش لقيه هتيجي هنا كده هتقول له هنا ايه هنا او من هنا هتلاقيها موجودة شغال. ادي اقول له هنا كريت كريت ادر كريت ادر كريت ادر كريت ادر كريت هيفتح لك الشاشة انت تكريت طيب. لو احنا جينا هنا بقى على ده لازم اي خاص بي لازم بتحطك واحدة اسمها هو هنا بيبقى ميديك خاصة بي. كل اللي انت هتعمل لها في اللي هو ميديه لك ده هتبقى في دي. طيب هنا دي مسلا هسميها مسلا اول ماشين. ده ده النام بتاع الماشين على الارجر بورتل وهيبقى الكمبيوتر نيم. جو. هنا الريجن ما اكشفت عندها بلاس اتنين وستين ريجن على مستوى العالم. الريجن ده في اكتر من او تقدر تقول عليها عندنا حوالي اكتر من مية اتنين وستين ديتا سنتر على مستوى العالم. هنا في الوطن العرب في عندنا في قطر وفي دبي. وحاليا بيتم انشاء ديتا سنتر في الدمام في السعودية. طب عندك فكرة ممكن امتى تخلص احنا عارفين اي دابل اس اي عشرين ستة وعشرين هل في معلومات عن الموضوع؟ في كلام كبير جدا ان هي هتبقى في العشرين خمسة وعشرين السنة اللي جاية في اخرها عشان اه في تعليمات من اه الحكومة في السعودية ان كل الديتا مش هتطلع. ان هما دلوقتي معظم الشركات طلعين على علي بابا عشان علي بابا عنده هناك اه ديتا سنتر. اه. في في تعليمات انه كله هيتجه الى اجور وبعد كده اي دابل اس او حسب بندر ارجانت ديان. مش مهندسة لما المصري برضو بتأكد المعلومة دي في في الاتشات. طب ده معنى ان في يعني يعني ايه اتجاه كبير او ناحية الكلاود. فترة جاة لما تسمع ان السعودية في تو ريجون فيها. مش اتجاه. هو الناس هناك خلاص يعني الناس. اه. وفي مصر برضو لما تسمع ان في هواوي. طبعا. انا عاوز اقولك شركات كتيرة جدا في الفترة الخالية. الحالية. فبداية من عشرين اربعة وعشرين. كمية الناس اللي بتكلمني عشان ال Ingration مخيفة. طب انت حسيت باختلاف من 20 يعنى لو بداية عشرين 23 وبداية عشرين 24. احس باختلاف؟ مكنتش بتخيل البومينج ده قبل. بجد يعني عشرين يعني اتجاه كلاوت جاية في عشرين وعشرين. اه في الوطن العربي تقولي ربنا معنا. لا 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 يعني كان فيه واخلي بالاك برضو انا بأنسها بكمانان ايايد انا راجل بكمية الطلب على الكورسات. صح. طب الطلب فعلا حسه زاد قوي على الموضوع كلاود. جدا. جوه مصر وبرا مصر بشكل رهيب. بشكل رهيب يعني الناس فعلا. والناس بتزاكر بأيديها واسنانها فيه يعني. طيب معلومات جميلة جدا. طيب ونحن نعرف من الانستراكتور برضو. ها دي. الامج. هنا بيقول لك الايزو امج اللي هتنستول منها ايه. يعني بص يعني اتمنى عايزة تنستول ايه وتجربوا هتنستوله. يعني ويندوز بكل بتاعته. كل بتاعته. وبنط بقى وبنط سيرفر آآ ممكن اقوله انا عايز اي قبل اي سيرفر جديد عايز اجربه. طب انا ما عنديش. طب انا عايز انزل ويندوز سيرفر عليه سيكوال سيرفر. امين. دلوقتي مع مع مايكروشوفت تقدر وهي الوحيدة دلوقتي في مايكروشوفت من اللي تقدر يعني عاملة شراكة مع آآ تقدر تشغل كل اي حاجة انت عايز تنستولها هتنستولها. معايا تمام? معايك معايك معايك. اه. طيب. هنا دلوقتي لو انا جيت هنا بس دلوقتي تعال نقول له مسلا ويندوز سيرفر. طيب هنا ده مين? ده بتاع الويندوز سيرفر. طبعا انا كل حاجة من دي ممكن نقدر نستطيع فيها كتير. بس يعني خلينا نقول بتاع الويندوز ده انت تقدر هنا تغير السايز. السايز ده اللي هو الكمبيوتينج باور. اللي هو ايه بقى? رام بروسسور. الامبوت اووت بتاعت الدسك. ده السايز بتاع الفيرتوال ماشين. دلوقتي مسلا انا ممكن ابدأ بفي امايا اتنين. ديرتوال سي بيو. وتمانية رام. طب وانا شغال. خلاص بقى انا بقى عندي سكلابيلتي بقى. احتاجت الرامات دي التمانية رام دول. هخليهم دلوقتي حالا متين ستة وخمسين. عناية. ينفع تعمل كده وانت على الماشين اللي انت حرساب تمانية مسلا. جيجا رام ينفع تطلحها المتين جيجا وعشرين. او بس مش في الفري. او لا انا فاهم حتى برا الفري. او طبعا. طبعا. الماشين هتعمل هتدخل الى ايه بتين ستة وخمسين جيجا رام. من الاماكن اللي بتشتغلك كتير جدا دلوقتي وبتطلب مني كتير جدا. اماكن بتطلبني فيها. المكاتب الهندسية. والناس اللي بتعمل للحاجات بتاعة ال 3d max. طبعا الناس عارفة بتاع الحاجات بتاع ال 3d max والكلام ده بيحتاج كمبيوتنج باور مخيف. كبروسيسور وكفيجا كارت. احنا دلوقتي فيه سيريز اللي هي الان سيريز انت ممكن بتفيرتشولايز الفيجا كارت. انت ممكن تحط 12 كارت فيجا كل كارت 24 جيجا. تقدر هنا توصل الماشين لحد 11 و4 من 10. مش جيجا بقى. تيرا رام. يعني مش اندي اكيد لها اعضاء يعني. دخال علم. يعني انت وانت واقف كده ممكن تخلي دي كده براحتك زي ما انت عايز ما هي دي 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 تلميزة كبيرة بتاعة ان انت فكرة في اي لحظة بتطلع بيها. طيب اخترنا عشان الناس تشوف عملنا دلوقتي آآ بتاعنا اتنين وثمانية جيجا آآ ميموري. هنا هتبدأ تدينه بس ايه? الي هتلوجن بيه. دول هنا اليوزر نيم والباسورد دول اللي هتعملهم هنا جوة في البرتل هنا. وهما دول اللي هتلوجن بيهم على ازا يوزر نيم والباسورد. طبعا ما ينفعش يبقى مسلا ممكن تبقى الحاجات اللي هي سهلة في دي ديت 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 ما ينفعش تتحط ازا يعني. فانت هنا ممكن تحط الباسورد بتاعتك برضو تادي. اتناشر طبعا. هنا يقول لك انت عايز تسليكت الماشين دي باي? ولا عايز تفتح لها ولا هتكونكت على اس اس اتش ولا ايه. انت عايز تشتغل على الماشين دي. لو انت هتبابلش مسلا لازم تفتح الاتنين دول. طب دول بيتحطوا في ايه? دول دي زي اه يعني نقدر نقول عليها دلوقتي كده اه صغير كده قدام وقدام كارت اللان. لازم تفتح البرتات اللي انت هتاكسس بها الماشين دي. هنا جزئية تمام? وبعد كده هنقول له على الديسكس. هنا اي ماشين في مايكروسوف ويندوز بتبقى بتاعها مية سبعة واشرين جيجا. زيها زي بالزبط. ممكن تختار بقى انت عايزة اس اس دي. في حاجة اسمها بريميوم اس اس دي. في حاجة اسمها ستاندرد اس اس دي. طبعا. اختلافات طبعا في الاي اوبس بتاعتها. تقدر تضيف داتا ديسك وانت شغال. يعني تقدر تضيف داتا ديسك زيادة للفيرتشوال ماشين. هنا النيتووركينج. النيتووركينج هنا هو بكريات اوتوماتيك بيرتشوال نتورك للفي ام دي. بكريات بيرتشوال نتورك للفي ام دي. زي ما انت شايف كده. عشرة. زيرو زيرو. اه اربعة على اربعة وعشرين. ديت السابنت بتاعتي. فانت بتكاريت وبتكاريت سابنت. طبعا انا اقدر اكريات ماي اون بينات. انا اعمل الفينات بتاعتي زي ما انا عايز. واقدر بعد كده اقدر اتحكم فيها بقى سلاش اربعة وعشرين. لا ده ستة وعشرين. لا تلاتين. زي ما انا عايز زي ما انت عايز تفتح او تقفل. هنا بيبدي لكل ماشين برضو بابليك اي بي. طبعا الدي تشي بي في اجر بيبدأ من اول اربعة. يعني الماشين دي هتاخد عشرة زيرو زيرو فور. فبيحجز اول تلات اي بيهات. راوتر واتنين دين اس. وبياخد الاولاني بيبدأ يوزع من اول اربعة. يعني اول ماشين في الفينات هتاخد اه اربعة. هنا دي الان اس جي. اللي هي بتاعتها. لو انت عندك ان اس جي تاني هتبدأ تشتغل عليه. آآ بعد كده يعني. طب انا ممكن بس اول حياتة دي برضو احنا نحوالينا نشرحها مع امازن. قبل كده. وهنكمل عليها برضو من الاربعة. معليش اسف. مش مانس محمد. بس حابب ان اوه للموضوع ده. لو حبي انتريست. حد انتريست في حتة النتوركين دي. في ساشن معمولة. ممكن اساوبها برضو في الديسكريبشن. والناحية التانية هيباعي يوم الاربعة. ان شاء الله هنكمل عليها بتفاصيل اكتر. طيب. هنا بيقولك الايدنتيتي. ممكن تخلي الناس تلوجين بالانترا اي دي. مين بقى الانترا اي دي ده يا شباب? الانترا اي دي ده ده اللي كان زمان قبل صهر عشر عشرين ثلاثة عشرين كان اسمه اجر اكتف دي ريكتوري. من عشر عشرين ثلاثة عشرين مايكروشوفت حولت الاسم من اجر اكتف دي ريكتوري الى مايكروشوفت انترا اي دي. اللي هو مين بقى? اللي هو الاكتف دي ريكتوري على الكلب. ده بالبالة دي كده. وفي سيشنز تانية كاملة بنتكلم فيها على الربط بين اللي على الويندو سيرفر مع اللي على سواء في المية واربعة او في الكورسات بتاعت التونمية والتونمية واحد وهتكلم عالكلام ده قدام في جزئية او انا محتاج ايه عشان اشتغل فيه اه الكلاور. طبعا اللي بيميز في اي حتة في الدنيا موضوع مش موجود عند اي حد. فدي من الحاجات اللي هي بتميز طبعا انا ممكن اعمل هنا ان انت تبدأ تدي له معاد معين الماشين دي بتعملها شعر دون فيه. فكرة بقى المونيتورينج مين عمل ايه مين يستهلك ايه الادفانسي دي فيه حاجة مثلا انا ممكن اقوم اقوم الماشين دي بسكريبت معين يرني انستول مثلا الاي اس. اقوم الماشين دي بسكريبت معين يقوم من الزل بعد بتاع الماشين دي اوتوماتيك وانا بفتح ينزل بتاع الكي في بتاع الكاسبر انتي فيروس. هنا مثلا. او يتعامل او طبعا لو انت عايز تنزلها بسكريبت معين تقدر تأتتش الاسكريبت ده ويبدأ ينزلها بدل ما تدخل انت على الماشين وتعمل لها انستول. اي دي التفاصيل بتاعة اللي احنا عملناها خلي بالك انا انا هعمل في ام مايا وهبابلش عليها وبصيد دلوقتي يعني انا عشان الناس تشوف وماشي طالع من من الموضوع. احنا هنا عملنا هو الماشين دي الماشين بتكلفة الماشين براور. بتكلفة الماشين براور. بوينت وان دولار. فين الصعب. طب انا شغلتها ساعتين هتتكلف ده في اتنين. امم. اقوله هنا. هتقريبا اتنين دولار في اليوم. يعني تقريبا اتنين دولار اتنين ونصف. اه. طبعا في اه جزء كبير بنبدأ ندردش فيه. في موضوع ان انت تكونترول الكوست لان انت وانت على الكلاود لازم تبقى الموضوع الكوست ده من المهمة جدا سواء انت في الحتة بتاعت او في او حتى في او انت بتقعد في اي ميتينج او الكلام ده مهم جدا موضوع الكوست لان دي من اكتر الحاجات اللي بتقلق الناس. طب ما انا هدفع يا هندس ايوما انت هتوفر عليك ايه? في معلومة حبيب بقول برضو للناس ان شاء الله ما ممكن تكونوا الناس عارفاها. اه نتيجة السنوية العامة. يعني نتيجة دلوقتي بتتأخر. يعني حد يجرب بيجيب نتيجة السنوية العامة في اخر ثلاث سنين. تحط النتيجة تك بتشتغل. ليه? وزورت التابع والتعالين بالكامل طلعت على اجر. الامتحانات بتاعت الاولى سنوي وتانية سنوي لما كانوا بيتكلموا وبيقضوا يترياءه والتابلت والسيريفر فصلوا الكلام ده. بقى لك على الكلاود. يبقى دي مستر كلاود ان انت ما بتاخدش بقى مسؤولية ايه السيرفر والسيرفر هيستحمل اللود ولا انت تقدر تا. الان انت كل حاجة بشكل اوتوماتيك. انا نايم في البيت وعمل سكريبت بيرن لو البروسيسور زاد عن تمانين في المية افتح يا عام انستانس جديدة وما يوجعش دماغي. وانا مكمل. صح. بس هي الفكرة في ايه ده? يعني هي التولز مقبودة بس مين اللي يستخدم? هنا خلص هو بص خلي بالك احنا ما مكملناش دقيقة. انا الماشين نتعامل. هكون نكت عليها ايه? ار دي بي. ما احنا فتحنا الثلاثة ثلاثة ثمانية تسع البورت بتاع الريموت دي سكتوب. ده بابليك اي بي هو. افتح كده الريموت. خط البابليك اي بي. انتر. يوزر ديمو بصر. حمد الله السلام انت جوة عندك ماشين في امريكا. هتبدأ تلوجد. خلاص اهو. دخلت على الماشين والدنيا شغال. ماشين ويندوز سيرفر. عليها تعمل اللي انت عاوز عليه. طبعا بتقدر تلعب فيها بقى زي ما انت عايز. تقدر تزود داتا ديسك. نقدر نزود الديسك بتاع الوبريتنج سيستم. الناس وهي شغالة نقدر نزود حاجة تانية عليها طب. مسلا ماشين زي دي مسلا ممكن نستخدمها في اي بابليك اي بي. الناس مسلا طلبة اللي عايزة تشتغل وتجرب موضوع البابلشنج بتاع الويب ساعت. وانما مش عايزة اعمل حتى الفري اكاونت. وبالمناسبة الاستيودنت اكاونت اللي هو دوت اي ديو بيديك مئة دولار لمدة سنة. يعني الناس اللي هي طلبة في الجامعة الاستيودنت اكاونت تقدر تعمل بي ادر اكاونت تعمل ويديك مئة دولار لمدة سنة. مش شهر كمان. طيب ماشين زي دي كده انا عايزة انستول عليها. عايزة اعمل البابلش لويب ساعت. فهننزل الرول بتاعت ليه? بتاعت الاي اس. يعني حتى برضو سن ادفانس اتشويا لو حد ما عملها قبل كده هنستول الرول بتاعت الاي اس يا اما من السيرفر مانجر او من الباورشل. ما تقول لنا كده ايه رول اي اس في كلمتين? اه. ال اي اس ده ده ال 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 بابلشنج اه الويب سيرفر الخاص ببايكروسوفت. يعني كل شركة كده ليها البابلشنج دول بتاعتها. انا باببلش الويب سايت من وراه. يعني عند الوقت عندي ويب سايت عايزة الناس تاكسسوا مثلا اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس. فهعمل ايه? لازم احطه ورا ويب سيرفر. فالويب سيرفر ده هو اللي هي اكتب هو اللي هيكلم مع الناس. هو اللي هيحول ال ال اتش تي تي بي وال اتش تي تي بي اس ده. مسلا يعني يعني مسلا انا مش عايزة استفيد في الموضوع عاوي بس ده الويب سيرفر بتاع مايكروسوفت. ده شنين. اسمه ويب داش. سيرفر طبعا انت ال اسكيرب تد دي تقدر تستخدم فيها اي اتشت بو. ده انا استفدت اي بالويب سيرفر بتاع بتاع مايكروسوفت ده انا مش فاهم يعني انا استفدت اي بيه. معلش. يعمل ايه? بابل الوب سايت من عليه. مم. يعني دلوقتي هتديك كده اي او ار ايل دلوقتي. هتفتحه عندك. هيفتح الوب سايت اللي انا هحطه هنا ده. يعني احنا شغالين مع بعض هنعمل الوب سايت. انا بص كده دلوقتي انا هفتح لكم بس حاجة كده. ملف اتش تي اي اي ام ال صغير كده. في حد بيسألك لو عملت ستوب للانستنس البابليك اي بي بيتغير? ورجعتها تادي. ستوب للانستنس. اه بص موضوع البابليك اي بي ده. البابليك اي بي لو انت في عندي حاجة اسمها بايزيك وستاندرد. البايزيك. لو انت واخد البابليك اي بي بتاعك بايزيك اه هيضغيب. والبايزيك ده مايكوشوف هتعمل له في عشرين خمسة وعشرين اصلا. فانت لما تيجي تاخد اي بابليك اي بي خده ستاندرد. ستاندرد دي ابدأ سابق معك. بزبط. هو يقصد هنا لو انا عملت ستوب لدي كده. اه. لو انت واخده بايزيك البابليك اي بي ده هتيجي تعمل لها ستارت تشغلها هيكون اللي اجي ده اتغير. هنا هو بيانستول الرول. على كده. ناخد ده هنا. بصوا دلوقتي كده انا لو رحت هنا في الوابسايت بتاعي. فعلا كده لونا خدت ده. فتحت كده وحطت هيفتح لي حاجة ولا اي حاجة? لسنا ما بلاشتش عليها اي حاجة. اول لما بتاعت الاي اس ينزل اه. بتاعت كده بتاعت الاي اس على مين? على البابليك اي بي ده. طب انا هعمل ايه? انا هشيل الهوم بيج دي وهحط الوابسايت بتاعي. يعني دلوقتي انا عملت يا جماعة انا هاخد ده اي حد فيكو دلوقتي هيفتح الوابسايت ده. ادعو النا طب كده على الشات. حيلا. جوة الانت باب جوة تريبل دابري روت هقوم شايل دول كده. واللي بدي على فكرة موجودة في اليوتيوب تشانل عندي على فكرة. هنحطها برضو لو ينفع معي اليوتيوب بتاعتك هنحطها في ديسكريبش. على بقى كده كده. بص ده الوابسايت. ده كده يعني انا كده دلوقتي ده تقدر تشتغل عليه. مش بس كده يا جماعة. انا ممكن ادي له كمان. بصي كده. ده الميل ده الدي ان اس نيم. بص يا عم. كلاود كود. صح كده? ده الامس صح كده? صح كده. هاخده كده سيف. هاخده هن كبني توتاب. نضرب النام. هاو. النام اللي انا حطيته. ده وطويست US. دي الريجون اللي انا حطيت فيه. بتكلاود أبس. فضلوا ده الورل لهو. نستقدر تشتغل عليه. كلاود كود. نعم عملت بلسي. يعني انت او انت حطيت الورل او اي حد حطه عنده على البراوزر مفروض يفتح له. هيفتح على طول الويب سايد ده. وتقدر انت تأدت وده هو الماشين وانت شغال الناس. بس HTTP بقى انت عايزين نعملو اي حاجة. لا على حسب بقى ما هو. طبعا انت تقدر تشتغل اي حاجة. يعني انت تقدر تحط اي حاجة بقى دلوقتي تقدر تجيب انت الفولدر نفسه بتاع الويب سايد كله لو انت عندك لتأدت اي حاجة. انا بس انا بدي مثال بسيط للموضوع يعني يعني. ميش ميش. طبعا الناس يعني بس عشان جاي برضو كنت قبل كده يعني شوية. فانعرف شوية حاجات يعني زغيرة كده. على قدي يعني برضو. لو انا غيرت هنا يلو مسلا. هنا مسلا غيرت هنا هو. البابلشيج بيتم خلاص اه. انا بيسألك ده استاتيك ويب سايد. يس بس انت ممكن تحوله ديناميك عايد يعني. يعني انت الفكرة الفكرة معاك. صح. وانت عايد شغيل. في واحدة يعني لما بتسألك اي الفرمة بين البابلك اي بي اللي على الانستنس والكونسول. بتقصدي ايه لما بالسؤال ده. ابتعلي هو في بابلك اي بي واحد. لا مش فهم. او في بابلك اي بي واحد صح كده ولا معنا. ممكن السؤال ده نخليه لما هي يعني لما نيجي في وقت الاسئلة و ونشرح يعني. طبعا انا كده ده وقت انا عملت ايه? انا عملت في امايا. وبابلشت عليه. طيب. ده ده دلوقت ايه? كا 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 كا. طيب بصي كده دلوقت احنا عملنا ايه? احنا بقى لنا دي. انا ما فاضل لنا مين? كم? سبعة وثلاثين. فالناس بتس. ايه ده ساعة واحدة? ساعة واحدة بنعمل فيها لبات ادي كده. الناس كده حاجة بس يعني. يعني ممكن بعد كده ان شاء الله نعمل سيشنز دانية نوري الناس حاجات تفصيلية. حاجة مثلا زي الستوريج اكاونت. طب في حتة بحياتة الدي ايه دي. حد بيقولك احنا بنكريته. هو في جزء ثابت معاك وجزء انت ممكن تغيره. يعني انت عملت اد لكلاود كود. وفي جزء بعد كده اللي هو دوت ايه دوت مش عارف ايه ده ثابت معاك كده كده. لكن في حاجة تانية انت تقدر تكريات فيه فيه في الاجر حاجة اسمها بابلك دي ا اسزون. زي البابلك دي ان اسز اللي موجودة عند جداي دي والحاجات التانية والحاجات دي. ده جزء تاني. لكن ده مجرد دي ان اس نيم للبي ام دي بس. من اللي دي الناس بتاع يعني ايه بتاع. مايكروسوفت. بالزبط كده. انت اواخد اسم بتاع مايكروسوفت وممكن تزود عليه في الاول كده بتاعك انت. طبعا كمان انا ممكن ابابلش ويب سايت زي ده كده. بس. يعني الناس مثلا بتاعت البابلشيج والكلام ده. في حاجة بس. اللي هي. يعني انا ممكن نجي هنا كده. بي حاجة اسمها اب سيرفز. ويب سايت من جوه الفيجوال ستوديو هبابلش دايريكت عليه. يعني هدوقتي عملنا بابلش ده يا جماعة اللي هو عليه. على ماشين صح? وانا اللي هي اكز عليها. ده كده استخدمنا الايه? الاياس. انا هنا ممكن نجي هنا في الاب سيرفز. اقول له كده الويب اب. الويب اب ده. الريسورس جروب بتاعته دي. الويب اب اسمه ايه? اسمه مسلا كلاود كوت. دوت اجر ويب سايتس دوت نت. ده هيبقى مسلا ايه? هعمله دوت نت ايت. هيتبابلش على ويندوز. طب مسلا آآ بايفون هيتبابلش على لينكس. هم. هنا البلان. هقول له مسلا الاكسيبلور البلان بتاعتنا هنختار الفري بلان. نيكست كده في الديبلويمنت. هنا لو انت عايز ميني اكسيزها. طبعا هنا في الديبلويمنت الناس لو معنا تقدر تربطه بالجيت هب. هتقدر تربطه بالجيت هب. سواء والربوزيتوري والبرانش بتاعك. ويبدأ ياخد منها دايرك وبشارة. هنا في المونيترينج حاجة اسمها. الابليكيشن انسايت. الابليكيشن انسايت دي ده بورتل بيلم لجيت للاب سيروس بتاعتك دي. تماما. انت دلوقتي بتكاريت يعني ايه? بتكاريت. بلاتفور. بلاتفور ما بتكاريتش بقى الانفراستركشور. انت كده مش بتكاريت الانستنس الفي اماية. ولا اي حاجة بقى. انا بقوله. انت دلوقتي ما اتكلمش حتى على السي بيو ولا على الرامات ولا على الكلام ده. فيه فيه طبعا هي فيه بس انا خدت الفري. سنقدر ازودها. ماشي. طبعا فيه طبعا فيه رامات وفيه بروسيسور وفيه فيه حاجات. بتدخل البرامتر زي وانت بتكونفيجر الاتة دي. ساعة لما اخترت الفري. ماشي. عشان هو مش هيسمح لي هنا في الجزء بتاع المايكشوف تليرن ده اللي هو الساند بوكس. الا بالفري. لكن انا اقدر ارفع طبعا. لان الفري ده بيبقى امكانياته محدودة جدا يعني. ماشي. طب اقدر ابابلش بايه? بالفيجوال ستوديو. الناس كلها اكيد استخدمي الفيجوال ستوديو. لو جدت بالوقت فيه راوطيو هنكاري البروجيكت مسلا جديد. البروجيكت اه كور ويب اب. نسميه اهو برضو كلاود كود. انا يعني انا مش هزاود حاجة يعني انا هوريكو بس البابلشنج بيتم زي هختارين اهو. دوت نيت ايت. هنكريات الويب سايت. ده كده. كهو مين? جوه. طيب. انا عايز اعمله يعني انت لو رانيته من كده. هيراني اللي هو اللوكال. يعني انا لو رانيت الويب سايت عندي هنا. ويب سايت لوكال فاضي. مفيش في اي حاجة. فلا ممكن استخدمه دلوقتي ان انا هعمل ايه? انا هعمل ببليشنج للويب سايت ده على اب سوربز. اب سوربز دي هنا بالنسبة لنا ايه? بتاكت از از بلاد فورم از از سوربز. احنا قلنا الفرق بين والباس. بتاخد انت ليك اكسز عليها من اول الويوزر نيم والباسورد بتوك الابراتيينج سيستنب. البس انا بقوله انا عاوز بلاد فورم هبابلش عليها. لقدت له بقى انا عايز. بتقوله بس انا. ما بتخشش عالويوزر يعني ما كشو يوزر نيم والباسورد ايه. خالص. بجد عب ايه حاجة. هو بياخد الكلام ده يعمل له ايه? يعمل له بابلش. انت تقدر تعمل شوية وتستخدم شوية حاجات فيه الابسوربز دي. طبعا ده كده هو بس بيرن الايه? بيرن بتاعنا. احنا احنا قلنا عليه. اهو. ده كده اهو. على عمل ده. بس. طب انا عايز ده على الويب سايت ده هعمل ايه? بتساين اين هنا برضو? بالاكاونت بتاعك. كل حاجة معتمدة على الاكاونت. طب هتيجي هنا تعمل ايه? هاجي هنا على ده كده. كلاود كود ده. وهقول له هنا بابلش. هبابلش على مين? على اجر. اب سورفز ويندوز. هنا بيجيب لك بقى مين? في هنا عندي اتنين منهم ده الاولاني ده اللي هو بتاع ايه? بتاع آآ السان بوكس. ادي جاب دي بتاعتنا اللي احنا كاريتناها فين? دي فانا هعمل ايه دي الوقتي? انا هعمل للويب سايت ده جوه دي. منين? من وقول له هنا فانا كده اربطت بالاكاونت بتاعي اللي هو موجود هنا على هو نفسه اللي موجود على اللي انا كاريت بيه بتاعتي جوه بتاعه. وبس هقول له هنا ببش. بس شكرا انت كده اخدت الويب سايت هيديك يو ار ايل يبتع حولك ويبقى شغال معك. يبقى انت كده شفت الانفرستركشور السيرفز والبلاتفورم هنا هو هيبدأ ياخد الايه وقته وياخد على ما يخلص. تعالى بص جدا نبص هنا على السيرفز اللي هنا. انت ممكن تعمل هنا براوز يفتاح لك الويب سايت بتاعك. توقف تماما. تعمل عارف انت لما الناس لو شغلوا معنا ناس او او ناس بتوعه. لما تيجي يتلاقي الدنيا مهيسة بتقوم اعمل ايه? بتقوم اعمل من هنا بردو. طيب في عندي حاجة اسمها دي. يعني انت ممكن تعمل في البابلشنج. في البابلشنج يعني ممكن تعمل طيب الناس في التست خلصوا. يعني الناس في التست قال دي تمام. عايزين نطلع مجرد بس ما هتقول له سواب. سواب. بس يقوم حطه فين? في البوردوكشن. من غير بقى ما تشيل وتحطه وتوقف وتسيرفز بتنزل جديد عن طريق السواب. بص كده دلوقتي. الويب سايت تبابلش. تقدر اخذ الكودة و. كنترول سي. هين اللي تشت. اه. كده نقدر نخش. تقدر تخش عليه. وفي نفس الوقت انا كمان انا كمان اقدر اعمل ايه? انا اقدر اتخل هنا واقدر اعدل. وبابلش تاني وهكذا. بالمدر اعمال لي ويبسائت وانا اعدلهم. من غير ايه حاج؟ اهو وتبابلش؟ شكرا. هيوم واخد الابطاتس اللي تمت دي ويقوم رميها هناك كان الاب service وهكذا. انا كان هدفي بس من الموضوع ان الناس تعرف ايه وماشي اللي ممكن يطلق. خلي بالك انا ما تشعمل حاجة بس انا بحاول اديك شفت الباس عامل ازاي والايس اهو انا عدلت بص شايف خلاص انا عدلت التعديلة تمت وراح هتلاقي الوبسايت عندك تعدل وهكزا بقى عن طريق الباب اشتماع فيه كتير جدا انت ممكن من خلال دي تضيف الدومين بتاعك تقدر تضيف بتاعتك تقدر تحط اكتر من داخل الدنيا عندك تقدر تاخد على حاجة اسمها كتير جدا تقدر تشتغل عليك. اخر حاجة بقى موضوع موضوع ده اللي هو ممكن هنا بقى اوريكم بس حاجة صغيرة. هنا. دي بقى مستويتش على تانية من التانية لانا بشرح فيها. اوريكم الجزء اللي هو الخاص بقى بالانترا اي دي. مايكروفت انترا اي دي. طبعا ده ليه آآ كلام تفصيل الواحده في كزا مكان وكزا كورس. يعني يعني الانترا اي دي ده آآ مايكروفت آآ عارف انت آآ يعني قتلى بحتا في كزا حاجة. يعني موجود في اللي هو اللي دول جايي منين؟ دول جايي من اكتف دي ريكتوري. يعني دول كده 번째 جايي منين؟ جايين من كان عندي وعملت فامجايب لي ليه? الاكاونتات دي موجود. فانت برضو لازل تبقى عارف يعني ايه? بص هنا. دول جايين من ايه? من من بالزبط. من تقدر بقى هنا تبدأ بتاع بتاعتك انت في بورتل تاني للبورتل الخاص بيه نفسه. تقدر تشتغل عليه. هنا ايه زي ما انت شايفه. بص كده. ده بورتل تاني. اسمه دوت ميكشوف دوت كوم. فش عليه كده. بتمنج منه بتاعت اه اللي هي البندل بتاعت اللي هي تبدأ تدي للناس تبدأ تدي للناس تبدأ تدي للناس تبدأ تشوف بتاعتك اللي موجودة. ممكن تبدأ تحط لهم الجزء خاص بي الادمينز والرولز تقدر تدفع. تقدر تحط لهم الميكشوف الديفندر. عاجات كتير جدا تقدر تشتغل عليها من خلال اللي هو الانترا دوت مايكشوف دوت كوم. وده تقدر تستخدمه في الاساس. ده ده مثلا نقدر بنعليم تسل لي الاساس يعني. انت تقدر تعمل ايميل. ازاي طب ممكن تشرح لنا كده ازاي مسال للساس يعني. كان هيبه عمل ازاي لو كان لو كان 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 بشكل اعمل ازاي. ده ده خيال علمي يا نهارسو ده تتعمل ازاي دي اصلا يعني دي محتاجة قاعدة اصلا عشان نعمل. هالناس دي بقى اكس تشينج على على السيرفر. شغلانة كده وعشان تعمل للناس ايميل حتى. يعني هي فكرة الاساس. اه يعني الفرق بقى ما بين حين الحتة. اه. قامت خلاص. مم. كنت هتعمل ايه لو كان كنت هتعمل خطوات كتير اوي. يا نهارسو حتى. ممكن مسلا تعمل مسلا فيها اسبوع. وياريت هتشتغل. او ما يعني انا بس دي من اكتر البرودكس ما يحبهاش بحيط. طب تمام. طب احنا كده عرفنا الانفرستركشن السيرفز. بلاتفورم والسوفتوير السيرفز. اوه. نفتح باب الاسئلة ولا عايز تقول حاجة اوه هنفتح باب الاسئلة. بس خلينا انا هجاوب على كام سؤال الاول قبل ما الناس تسأل. جميل. خلينا كده هنشوفنا كزا حاجة اهو هنستوب الشير. انا بس هي الكام عندي من الظهر عندي بتاعي. انا شايفك لانا شايفك. طب اول حاجة. اعمل ايه? عشان انا حابب مجال الكلاود. اه اعمل ايه? عشان اروح للكلاود. احنا اسمعنا حاجات كتير جدا. واسمعنا ان انا ممكن اخش كلاود على طول. واسمعنا ان انا ماينفعش اخش كلاود على طول. طيب. انا بتكلم وجهة نظري. اه من وجهة نظر. اه كنستركتور. وبيجي لي ناس في كورسات. وهقول لكم كمان شوية. ووجهة نظر انا واحد اه شغال بايدي. صنايع في سوء العمل. وشغال ومعايا صبورت مع كزا شركة. وبعمل دي لكزا حد. موضوع ان انت حضرتك في قولة كلية. مطعفش اي حاجة خالص عن وتقول لي انا عايز اخش كلاود مرفوض. غلط. قولا واحدا. بلا نقاش. يعني انت دلوقتي شفت حضرتك بالوقتي احنا عملنا انت حضرتك لا تعرف يعني ايه ولا تعرف يعني ايه ولا تعرف يعني ايه البروتوكول ولا ولا تعمل الكلام ده كله. هتخشي لي هنا ازاي? انت هتخش ازاي? فده ما ينفعش. طيب. انا معي رفاهية الوقت ان انا اتعلم. بس من الاجابات عشان ايه ما حدش يمسك علينا كل ما انا عارف ان الناس دلوقتي الكلام ده الكلام ده هيتقص فيديو. اعمل اعمل او اه انت دلوقتي معاك رفاهية الوقت ان انت تتعلم. انا لسه في اول انا لسه في ثانية لسه في ثالث انا مش مرتبط بشغل. انا مش مرتبط بشغل. انا مفيش حاجة مسكها والشركة طلبت مني ان انا اعملها. سليم? انا بنائل مجال دلوقتي اللي لسه معي الوقت كمان شوية وبنائل مجال بما زيك. بالمناسبة بس على فكرة انا ما بشرحش انا بس انا بشرحش انا بس بحدش يقول ان هو بيعمل كده عشان ايه? من اهم الاساسيات بتاعتنا. ال ايه والويندوز سيرفر بغض النظر عن المساميات. ال ايه انا مش عايزك انا مش عايزك تبقى انا مش عايزك شوية على موضوع ده. بس مش عايزك تبقى ان ايه? انا عايزك تبقى واقف على ارض صلبة في الموضوع بتاع البيزيك بتاع النتوركين. ما في عاش تبقى ايه تشتغل كلاوز انت مش عارف الفرق بين البورت والبرتوكول. يعني انا مسلا مسلا يعني انا مبارح كنت بشرح سيجن. السيجن دي كان كنا بنتكلم على حاجة اسمها وحاجة اسمها شغال فلير فور. طب والابليكيشن جتوي في لير سيفن. هل انا بقى وانا بشرح الاجر ان شاء الله. هجب بقى الوست اي موديل. واقعد اشرحه. وقل لير فور دي كزا. واللير سيفن دي كزا. انا مش هيحصل. انت جبت حد اشتغل في نت. انا بشرح الفي نت وانا موجود. هقول بقى يا جماعي يعني ايه سيفتة وعشرين ويعني ايه تمانية وعشرين. ويعني ايه برايفت اي بي ويعني ايه بابليك اي بي. انا السيسي ان ايه مهمة جدا. زي ما انت بتقول ما ينفعش تبني كلاود وانت مش عارفة ما بين التسي بي واليو دي بي مثلا. انا بسمع كلام ناس بيه ناس بتبعتلي وتبعتلي فيديوهات. كلام خريب جدا. يا جماعي ما ينفع. يا جماعي. انت لا بس بص خش كلاود على طول. انت بتلبسه في سن عمول. انت حرام عليك ان انت بتعمل. دي في ناس قالت كده فعلا? سمعتا? اه طبعا. طبعا. انت بتلبس الناس في حيط. انت حرام عليك الناس دي. هقولك على حاجة. انا بيجي لي ناس. بيجي لي ناس. دخل. وفتح سيدره. وبدخل على طول. سواء راح امازون او راح مايكروشوفت. انا بكلمسي على مايكروشوفت تحديد. راح هنا او راح هنا. جالي ناس في الكورشات كده وكده. من حوالي بعد حوالي خمسة سيشن في الكورس. لو نسو مش عارفين يعملوا حاجة. رجوع ثاني بقى عشان يبدأ من الاول. طبعا. انت سبقى عايزين نبدأ ايه? وعايزين نبدأ اه الويندوز سيرفر بحيك. طب انا بقى دي نورة حلوة اوي معلش. الامسي اس اي. اهمية الامسي اس اي وعلاقاتها بازور. هل الامسي اس اي تغني عن السيسي ان ايه? ما انا سمعت ان فيها الدي ان اس وفيها الديجي سبي. يعني هل تغني ولا لا? لا. لا طبعا. ليه طبعا? اولا اه خلينا نكون متفقين ان الامسي اس اي خلص من مايكروشوف. الريطاير ده من مايكروشوفت بس هي ريطاير عشان جزء ماركتينج. مش علم. مش ينفع فاصل. لكن الجزء اللي تعمل له الريطاير ده هو موجود في في الكورشات اسمها اي زي تونمية واحد. فواحد يقول لك لأ مانا خلاص هاخد بال هو اي اي زي تونمية وتونمية واحد. تعال. والله معايا ناس خدوا معايا من شهرين وصلوا لتقريبا لتلت الكورس مع واحد. تونمية وقالوا لي لا احنا مش تعملين اي حاجة. انت تخيل مسلا واحد لسه بيقولي هادية كريم في الموضوع. خلص مسلا اي 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 او لسه بدء بالويندوز سيرفر. ويضوبك عمل وعمل 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 الماشين على الدومين. فيعيني دي ايه بالنسباله? حاجة قوية مع المادة مهت ايد. تخيل انت بقى بعد ما عملت الكلام ده? يلا بينا بقى تعالى ايه? هنربط ده بالانترا اي دي على العال بتهنج. العال ما بتبقاش فاهمة يا بتعمل ايه? فكرة ان انت شغال وانت لسه اول حاجة في حياتك مستحيل تعرف تمسكها. مستحيل. يعني انا واحد لسه يدوبك بيقول انا عايز ابدأ في المجال. تقول له خد ده هو ادي عملنا الويندوز سيرفر هنا يلا بقى هنربطه على طول هناك فوق. المستحيل ده يتم. حتى لو ما اكشفت عاملك مستحيل. انا بقى انا بقول لك بقى من وجهة نظر راحت وناس بيتجيلي بعد ما يكون قطع شرطي عيني ودفعت روز كورس وراح وكمل ولا نفسه في النص ايه ده? والكلام ده ما ما ينفعش. الكلام ده مش عاوزة اقول لك ان انت الويندوز سيرفر تبقى يعني فرم وفرم. يعني كفاية مسلا يعني يعني مش هقول لك يعني انت مسلا ايه لو شفت مسلا الجزء بتاع الويندوز سيرفر لاجتف دي ريكتري جروب بولوسي دومين فايل سيرفر عشان احنا بنحتاج اصلا. طب ما تقول لنا كده ست سبع حاجات مهمين قوي في الامسي اس ايه لازم تبقى عارفهم قبل ما تروح كلاود. بص هما الاساس اصلا بتاع اي حاجة في الموضوع يعني اساس في الويندوز سيرفر حتى بقول لهم ده ده اسمو العظم بتاع اي مكان. ماشا. العظم ده وبعد كده نبدأ نثان فيه. اكتف ديريكتري. جروب بولوسي. فايل سيرفر. دي اتش سي بي دي ام اس. الخامسة دول في امسي اس ايه مهمين جدا. مش هنتناقش في يعني دول. مش هنتناقش قبل ما تروحي الكلاود ما تكلمنيش لازم. نزم تبقى عارف ده. لازم تبقى عارف. نزم تبقى عارف ده. مع عارف يعني انت عملت ماشين. يعني ايه اعملت فتحت آسانا دي ايه. ايه يعني ايه الريموت دي سكتوب دي. الكلام ده نبقى فاهمين عشان كده دايما بقول ان انا مش بقولك روح خدها كورسات بس عشان الناس ما تفهمش غلط ونب. شفتها بقى على تشانيل عندي عند حد تاني عند حد تالت رحت خطة ايدي ايه شفتها عند رزق شفتها عند مهندس بولان مش مهم انا بتكلم دلوقتي بس الخامسة دول كده مهمين او في mcse قبل ما تروح على قبل ما تبتدي في الاسي تسعمية تبقى عارف على الاقل ده يبقى انت ايدك مشت في الموضوع ده يبقى انت ايدك مشت في الموضوع ده فكرة يا جماعة ان انت النا والن بي سيبك Come on بيش تخش في الان بي عشان ما لهاش يعني ممكن نبني نتكلم فيها بعدين عشان الناس بيدي اني بيزعله بس يعني الاساسيات بتاعت الاساسيات الان اي واساسيات الويندوز او سيستم عموما وتقول لنا هروح كلاو ده انا معرفش الكلام ده مش هيم بقى نفس الكلام بروح ابدأ انا اخلي بالك يعني انا الحمد لله فتقدر نسونا وتعالى بروح اماكن كتير جدا مع طلبة يعني انا بحب جدا يعني الناس اي طالب بيكليني في اي جامعة ولا هم اتأخر عليه الناس بيطبقى متخيلة ان انا باخد فلوس على الكلام ده ولا اي حاجة يا بس دعوة لله من الناس دي بسوى كتير جدا يعني ببدأ اروح بتاعها ده وناس بتبدأ تسألني تلاقي واحد واحد فؤولة فؤولة بقى حازبات ولا ماحد ولا بقى فؤولة انا بشماندس سايبر سيكوريتي سبيشادس يا صلاة النابل على طول كده يعني انت بقيت سايبر سيكوريتي سبيشادس يا طول يعني طب يبني اشتغلت طب لينكس طب عملت حاجة دي بيان عملت اي حاجة مفيش طب بتعارف النيتروك اصلا الدنيا بتنش فيها ازاي طب انت بتسيكور ايه يعني انت راح تسيكور ايه ما انت ممكن انت سيكوري الدنيا على الانترنت وانت عندك الدنيا خربانة جوه اصلا في النيتروك فانت بتسيكوري الدنيا برا وبسيكوري الوب سايت يابا النيتروك عندك خرابة طب عايز انا حاجة الشهادات هل الناس تدفع فلوس في شهادة الازي تسعمية ولا مش مهمة في مصر خلينا نتكلم على الماركت المصري خلينا بتطلب الشهادة دي ولا مش مطلوبة لو انا فاهم انا كده تمام هتكلم على الشهادات عموما بدون بدون دخول في تفاصيل شوية عشان الموضوع ما يمشي شكل كان دخول والناس هتفهم يعني ممكن بنتكلم اوفلاين في الموضوع بي معاك فلوس زيادة معاك فلوس زيادة ملهاش مكان مهم تحطها فيه روح ساركتف بس وناس تفهم يعني معاك فلوس زيادة ملهاش اي لازمة معاك معاك عشرة تلاف جنيه كده على جنب كده ما من دون يعني ياكي مش عايزهم بقى خلاص انت جام التنين فمعاك عشرة تلاف جنيه دون روح ساركتف ن اي روح ساركتف مش عارف اي ومن كلام ده كل ومن كلام ناس وكبار في ال اين اي قلتلك دلوقتي حط في دماغك ده كده حضرتك بتعرف تعمل ايه وقبل ما تروح الانترفيو اسأل نفسك السؤال ده اربع كلمات كده حطهم قدامك قبل ما تروح الانترفيو كان زمان زمان مسلا من عشر سنين لما يجي حد انترفيو يجيب له بتاع دي كده وكان ما يشوف تبتدي اي دي كده كان زمان معا ال اي دي ده كده والحاجات دي ويبعتلك بتاع ده من امريكا ومش عارفينه الكلام ده حطتلك الكرنيك كده عارف انت لو اه شرطة مم كان في الاول اه ماشي دلوقتي ولا اي حاجة ولا لك اي افضلية الا في انت تسويت مع حد تاني او شركة بقى بندر عندها رانكينج مع سيشكو او عندها رانكينج مع مايكروسوفت فلازم يبقى عنده عدد معين من الناس سيرتفايل عشان ياخد جولدن بيرتنر او سيلفر بيرتنر او اي حاجة من الحاجات دي كلها. يعني شهادات بس هم كده بيزبطوها علشان بس ايه يقدر ياخد دسكونت من من مايكروسوفت لكن غير كده ممكن انا ممكن اقول هالكو افايل انا في السوق يعني موضوع ما عادي جدا يعني عادي يعني الشهادات دي ما شغلتش بالك بيها خاص يعني دي اخر حاجة انا شايف كده انا رايما 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 اصلا انا ممكن اجيبك دلوقتي وانت متعرفش حاجة خاصة في الان ايه. طب باشا ضنبهو. في سبعمية سؤال. احفظهم هدخل الرسوم هطلع اجيب تمانية وتسعين في المية. خش صيدلة. هتعمل ايه بقى? هتعمل ايه بقى لما تروح تشتغل? وهو لا ايه حاجة. ولا الهواء. هاخدك لسؤال تاني ايه جول ليها شغل في مصر? وفي الخليج? يعني خلني اتكلم في الميدل ايس ومصر. طبعا طبعا طبعا. ايه رعيك في السؤال ده? طبعا طبعا طبعا. هل في شغل جاي? الفترة الجاي والسنتين الجايين. انا بتطلق مني ناس. هل انا بتتكلم ناس بتطلق مني ناس. لو انا بحضر نفسي للسنتين الجايين وبحضر نفسي لدلوقتي. هل الاتجاه راح ناحية اجر وراح ناحية الكلاود? وزاكر اجر وركز عليها? بص اسأل اي حد بس يكون امين شوية اي حد في المجال بتاعنا من الناس الكبار في المجال. اول حاجة هيقول لك ليها روح كلاود. يعني انا الحمد للان انا انا اعرف الناس اللي بقى المحاضرين في مصر بدون ما نسمي اسماء يعني. كل مما الكلاود. كلاود ككل حاجة. كلاود كشغل وكلاود كفلوس وكلاود ككل حاجة كلاود. يليها السايبر سيكوري. اساسهم مين? ان ايه سيستم. فكرة ان انا انا كده في اولى. انا صباح الخير انا هشتغل في الكلاود. طب معاك ايه? معايا وصل النور. لأ. لازم بمعاك اساس تبني عليه. لازم تبقى انت فاهم الموضوع. حتى لو انت شغل في مكان. يعني انا هقولك على حاجة. لو انت شغل ساس. انا ليه واحد واحد شغل معايا اه في ال واحد كان معايا في في كورس. هبتكلم معايا في القصة دي. هو شغال في برودكت في ال اكس اتشينج اونلاين. اكس اتشينج اونلاين. ده الكلاود هو. تمام? و اونلاين. مش دعو بالاون بريم. لو هو مش فاهم ايه وسيستم. هيلبس في حيط. يعني هتروح لتيم بتاع النتورك. تقول له افتح لي بورتات ايه? مش عارف. طب انا هتب هاخدك لسؤال النتورك. ناس كتير بتقولك انا نتورك الريدي. وعايز اروح شغال كلاود. هل في سكة لية? طيب. دي سؤال على الفكرة صعبة جدا. طبع. يعني ان النتورك بقت limited قوي في في الكلاود. طب انا راجل مذاكر كل الان بي والان بي والاس في بي ان. لا لا لا. والبي جي بي وكل الكلام ده. اعمل ايه بقى? في بي جي بي على اجر على فكرة. في الفي نت. لما تيجي تعمل الفي نت جاتوي. وتيجي تعمل في بي ان سايت و سايت. مطلوب الناس بتقول ان تركن. دلوقتي يا محمد بي يتطلب. نتورك سيكوريتي انجينير. بس حط قابليها كلاود. بتحالو جدا. بيت تطلب بتطلب. ما هيك شفت اصلا كان الايزي مية واربعة. كورش ده كان داسم جدا اكتر. وكان في حاجات كتيرة قوي خاصة بالنتوركينج فيه. شالوا منه شوية اجزاء وزودوا حاجات وعملوا حاجة اسمها ايزي سبعمائن. ايزي سبعمائن. ام. ده بتاع ايه? ده بتاع نتوركينج بس. لما لقوا الناس اللي جاية من اه نتورك. ان ايه? وان بي. يا عم انت بتقول لي اكتف دايركتوري وبتقول لي ستوريج. انا ماليش دعوة بالكلام ده. انا راجل خدام لقم تعيش يديني بورت. واي بي. وبروتوكولات وانا اشغال معاك. عملولهم ده. في ايه بقى? في حاجة اسمها الابليكيشن جيتوي. في حاجة اسمها الوط بلانسر. في بتاعيها الان اسجي. بزبط. يعني انا هقولك على حاجة. انا بكرة بكرة. عندي سيشن. سايت تو سايت. هل تتخيل? ان انا عشان اعمل اللاب اصلا. اللاب لوحد ممكن ياخد بني ثلاث ساعات. هل تتخيل انا هشرح اي بي سيك? لا. مستحيل. فما الجيش تقول لي انا هخش كلاود وهشتغل كلاود وانا مش عارف الاساس. مش هتعرف تشتغل. هتبقى قاعد بس عمل تهزي في دماغك. او هتعمل حاجة من الاتنين. ايه ده? هيشرح اه زاكر بقى اه طب مالحق بقى شوف بقى ايه? ايه اللي احنا مستخدمينها? وتبدأ كل ما ايه? كل ما تروح في حتة. تروح تزاكر تكنولوجيا. كل ما تخبط في حاجة اتروح تزاكر تكنولوجيا. اللي بيعمل كده مين? اللي شغال اريدي. دي هختم بيها بعد كده ناخد الاسئلة. اللي شغال بقى اريدي في مكان. انت شغال والطلب منك تعمل حاجة ليها علاقة بالدي ايه. مش تزاكر انت تروح تاخد الكورس كله اتروح تزاكر الدي ايه ايه عشان تشتغل. ده شغلك انت شغال اريدي فيه. طلب منك حاجة. فبتزاكر هنا ايه? لكن انا دلوقتي لسه بادئ وعند الرفاهية ان انا اتعلم. اتعلم وتأسس صح. اتعلم وتأسس صح. عشان لما ييجي حاجة قدام تبقى التفاهم ايه اللي بيحصل. مفيش بتخسر. في المجال الاساسيات بتاعة السيستم مهمة جدا. بعد الويندوز لو عندك اوبشن ان انت قبل ما تخش في الكصة دي بقى معك شوية لينيكس. عظيم جدا. وفي الاخر انا بقولك برضو ده رأيي ودي وجهة نظري. مفيش حد قوتي يا جوامع الكلم الا صلى الله عليه وسلم هو بس اللي قوتي يا جوامع الكلم. ممكن تسمع من غيري. مقترع بالرأي حد تاني. بس انا بقولك كلام من وجهة نظر اكاديمية. وجهة نظر عملية كراجل شغال في السوق. طب لو هنبتدي في ايجر. اول كرسين كده ايزي تسعمية والاسي ما اوباربعة ايزي تسعمية. اه ازي تسعمية. وبعد كده حسب بعهوس روح فين ولا مية وا arbor يا برد ما رب حجب. بعد كده ممكن بعد كده ممكن تروح سكياريف ما اوباربعة BIGG او بمر BZ500. اه بعد كده ممكن تروح بس عايز اكمل في الحتة بتاعة التوركين اتاخد الازي سهمية عايز اكمل بقى فيسبوع تبقى primero او Trend 4 وطب village 5. طب مية او بس في الاسئلة يا جماعة يعني بس في الاسئلة يعني السؤال اللي احنا جاوبنا عليه فهمتش دعين احنا اسأله يعني احنا جاوبنا على حالة كتير قوي خلينا تبقى اسئلة عشان الكل بس يبقى اي اه مستفيد انا حابب جدا للناس كلها وبراحب جدا بكل الناس كلها وفي بعد ما نخلص كده في محمد هيختار تلاتة وتلاتة وتلاتة انا ما قلتها